اشتركوا في القناة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي انشأ جنات معروشات وعير معروشات والنخل والزرح مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه مشتبها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين وقلنا ان قول الحق انشأ يعني اوجد على ابداع لم يسبق له مثيل فلم يكن هناك نماذج حكاها الله في الخلق وانما هو ابتدأها بغير مثال سابق لانه لا يوجد خالق سواه والخالق اذا لم يكن سواه فانه حين يخلق ينشئ خلقاً على على غير شيء كان قد سبقه وكل كلمة جنات تؤدي ما نعرفه من المكان المحدد الذي يجمع صنوف الزروع والثمار مما نقتات به ومما نتفكه وانما سمي جنة وجمع الجنات لانه المادة كلها الجيم والنون تدل على الستر وعلى التغطية ومنه الجنون لان فيه سطر للعاد ومنه الجن لانهم مستورون عن رؤية العين ومنه المجن لانه هو الذي يستر عن الانسان طعنات الخص والجنة ايضاً كل ذلك المادة واحدة وسمي هذا المكان بما فيه من الزرع والثمار جنة لماذا؟ لان الاشجار اذا علت سترت من يكون بداخلها وايضاً فانها تستره عن بقية الامكنة لانه لا حاجة له الى الامكنة الاخرى لان الجنة فيها كل مقومات الحياة كما تسمي البيت العظيم اللي فيه كل المرافق مكتملة تسميه قصراً يبقى بيت غير قصر قصر يعني قصرك عن اي مكان سواه لان فيه الاشياء التي تحتاج اليها كلها فلا يتحتاج الى شيء بعده وهو الذي انشأ جنات مع روشات المدّة العرش تدل على الرفعة ومنه قيل للسقف ومنه قيل للسقف عرش خاوي على عرشها ويطلق على السرير ورفع أبويه على العرش ويطرق على الملك ولها عرش عظيم كل ذلك يدل على أن المعنى فيه هو العلو معروشات وغير معروشات معنى ايه نحن نعرف أن الكرم مثلا حين نعنى به ويكون من خاصية عملنا نجعل له من القوائم والقواعد ما يقوم عليه لأن امتدد أغصان الليّنة ما تنهضش أن تقوم وحدها ولكن فيه نوع برضه يقوم وحده اللي احنا بنسميه العنب الأيه الأرض يبقى فيه معروشات وغير معروشات وكأن الكلام فيما يختصر بالكرم ومعروشات وغير معروشات أيضا معناها أنك إذا ما نظرت إلى الزرع الذي لا ساق له كلب الطيخ وكالشمامة وكالكوسة كل الأمور اللي مالها الساق دي تجدها مفروشة على الأرض مش قائمة كده إنما وإن كنا دلوقتي بنعمل لها برضو بنعمل لها العملية دي علشان نديلها مثلا قوة في الإنتاج وهو إلى الكلام جاء على ما كان موجودا أيامه صلى الله عليه وسلم عند العرض أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخر والزرع الزرع يطلق ويراد منه ما نقتات به من الحبوب مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه متشابها وغير إيه متشابه احنا لو نظرنا إلى الآية دي يوم نجد إن سبق آية فيها كل هذه المعاني في قوله سبحانه وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى سمره إذا أسمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون بعض الناس اللي بحسنة وليعملوا أنهم بينقودوا في القرآن يقول لك بيقعد يكرر للايه المعاني الوحدة وينقلها هنا ويجبها من هنا ما عندهمش فطنة إلى أن المتكلم هو الله ويتكلم في كل شيء للقصد منه هنا في هذه الآية يتكلم عن الأشياء دي كدليل على الخالق ولذلك كلها انظروا إلى سمره إذا أسمر وينعه إنما الكلام دي اللي جايدة فيه لانتفاع بها كله من سمره إذا أسمر وآتوا حقه يوم حصاده فالأول أولى إنما سيقت للتدليل على الخالق ووحدانياته نظروا إلى سمره إنما الثانية إنما تكلمت عن الانتفاع بها ولا شك أن استقامة العقيدة بالإيمان بالإله الواحد تحتاج إلى الدليل أولا لماذا؟ لأن فائدتها أشمل وأعمى وأعمق وأخلط من أننا ناكل منه لأن الأكل قصار ما فيه أنه يقوتنا هذه الحياة ولكن الأدلة الأولى تعطينا السواب الباقي والنعيم المقيم يبقى ذلك متعلقة بالدليل وهذه متعلقة بالانتفاع هنا نلاحظ أنه قال كل من ثمره إذا أسمر كل من ثمره إذا أسمر إباحة لتناول الأشياء منه قبل أن تنضك يعني إفرض إبنك إنت دخلت كده ولقيت مثل دي حتى ما استودش كده لك أن تأكل منها مش تستن مش تنتظر إلى أن إيه؟ إلى أن ينضك كل من ثمره إذا أسمر وآتوا حقه يوم حصاده يبقى معناء الحق لم يجعل لنا حرجا فيما نزرع هو يزرع ويأكل منه يقبل الضرى ما ينضك يقدر يأكل منه مشوي يأكل منه عياله يعمل الحاجات دي كلها ما عملش فيه حرج لأن الإنسان قد يتحرج ويقول للفقير حق فيما إيه؟ فيما آه وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفه حينما قال وآتوا حقه يوم حصاده قالوا الآية مختصة بما يحصد وهي الزروع أما الأشياء اللي ما يقالش فيها حصد تبقى خارجة زي الفواكه والله رأي أبو حنيفة لا إن كل ما تمبته الأرض يبقى عليه الله ليه لأنك ما تاخدش الحصاد على المستعمال العرفي وإنما ما معنى الحصاد في اللغة الحصاد في اللغة القطع فحينما تفصل السمرة المطلوبة عنها كده يبقى دا اسمه إيه؟ يبقى دا اسمه حصاده وآتوا حقه يوم حصاده طب يوم الحصاد بيبقى بعضه في السنبل لسه ما معرفناشه أم قال لك لأن هذه البداية تعطي أنك حينما تحصد تدل اللي حضر القسم حينما تدرس وتزريه إدي حينما يقال أنك أنت تغربلو برضو إدي ويبتدئ الحصاد من بعد كيله ساعة ما تبتدت كيل يبقى اللي قدام دا مش محسوب يبقى بتأت الحق يقول حصاده اللي هو غير المفروض وما قالش الحق المعلوم لكن في المفروض بيبقى في حق إيه؟ بيبقى في حق معلوم ودي إيه؟ اتساع لدائرة امتداد الخير إلى غير الزارعين وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفه ما معنى الإصراف؟ الإصراف هو مجاوزة الحد ونسفسروها بأن الإصراف يكون في الزيادة فقط لا تجاوز الحد زيادة أو نقصا يسمى إصراف لأنه مأخذ من سرف الماء إنك تطلق الماء في غير نافع تطلق الماء في غير نافع ولذلك سيدنا مجاهد يقول لك لو أن للإنسان مثل جبل أبي قبيل زهب ثم أنفقه في حل ما عد سرفا ولو سرفوا درهم واحد في معصية يعدوا سرفا يبقى إذن ولا تسرفوا يعني معنى إيه؟ حد كل اتنين بمعنى لا تتجاوزوا الحدود التي شرعها الحق فتستعملوا هذا في مين؟ في معصية أو لا تسرفوا في أنك تدوا للفقير أكثر مما يستحق برضو دي إسراف بإيه؟ بالزيادة ودي كإسراف بإيه؟ بالنقص يبقى الإسراف يأتي على معنى حاتم الطائي كان كريم أوي وقعدوا يلومونه على هذا الكرم فواحد قال له إيه؟ لا خير في السرف لا خير في السرف فقال رد عليه وقال ولا سرف في الخير مدام في الخير ما يبقاش إيه؟ ما يبقى السرف طب وافرض أننا حلاخد المعنى على الاثنين للنقص والزيادة إيه المنع من أننا نديله أكثر؟ أم قال لك أناس تأخذهم أريحية الغلة ساعة ما يشوفوها كتير كده والأريحة يقوم يطلع زي ما ثابت ابن قيس عمل عنده خمسين نخلة وجزها وأعطاها كلها للفقراء ولم يترك لأولاده إيه؟ وأولاده شيئا ولما رفع الأمر للرسول قال له لا لازم تدي إيه ولا تسرفه ليه؟ مخافة أن تحتاج بعد ذلك إلى ما أعطيت فتندم على إنك أنت أعطيت نعم فمش عايزين بقى نعمل لك إيه ندم وقلل إيه المسائل بإيه؟ بقدرها وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفه إن الله لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشة بقى هو تكلم عن نعم علينا في إيه؟ في الزراعة وتكلم عن نعم علينا في الماشية ومن الأنعام الأنعام قلنا هي الإيه؟ الإبل والبقر والغنى ومن الأنعام أيه أنشأ لكم من الأنعام حمولة وفرشة الحمولة هي التي تحمل يقول لك فلان حمول حمول يعني إيه؟ يعني يتحمل كتير وهي الحمولة دي ما هي وتحمل أسقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشقة الأنفر تبقى اسمها إيه؟ حمولة والذي تحمله فوق ظهرها يسمى حمولة ولذلك إحنا برضو بنستعملها حمولة كذا طن يعني إيه؟ ففي حمولة وفي إيه؟ وفي حمولة ومن الأنعام حمولة الكبير للإبل بنعمل عليها بنحمل عليها الرحال وبنحمل عليها كل متطلباتنا ومن الأنعام حمولة وفرشة فرشة دي معناها أنها مقابل للحمولة يبقى الحمولة هي المشتدة التي تقوى على أنها تحمل كل ما لا يستطيع الحمش لصغره أو لأنه لم يعد لذلك ويبقى صغير كذا إذا ما نظرت إليه نظراتاً سطحية كأنه فارش في الأرض كذا كأنه فارش في الإيه؟ في الأرض أو من الأنعام حمولة تحمل لكم متاعكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشقة الأنفر وفرشاً أي ومن الأنعام ما تتخذون منه الفرش والله جعل لكم من إيه؟ من بيوتكم إيه؟ سكناً وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أسف ومتاعاً إلى إيه؟ إلى حين ومن الأنعام حمولة وفرشاً كنوا مما رزقكم الله حمولة وفرش ما جابتش يحسيه سيرة الأكل فلازم يجيب منها الأكل أيضاً ونحن بنكل لحمها وبنكل منها الألبان بتاعتها وبنكل منها مشتقات الألبان كلها يبقى حمولة وفرش يبقى كن لها كم نفع كم نفع حمولة وفرش ناخد منها الأساس ناخد من الصوف ومن الوبر ومن الشعر طبعاً هناك فارق بين الوبر اللي هو شعر الجماد الصوف اللي هو شعر من الغلم الشعر بتاع المعز ولذلك تجد الشعر بتاع المعز ده متميز بأن له لمعة وله انفصالية في شعيراته زي الشعر لما ذوكها ملبت في إيه؟ ملبت في بعض كلوا مما رزقكم الله وليه تاكلوا في الآية الأولانية كلوا وفي الثانية كلوا لأن الآية جاءت بعد صدد الكلام عما حرموه على أنفسهم من أرزاق الله في الأرض فكان ولا بد أن يؤكد هذا الآية المعنى يقول أنتم الذي خلق هو الله والذي كلف هو الله فلا تأخذوا تحليلاً لشيء ولا تحريماً لشيء إلا ممن خلق وممن كلف كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان الذي يوسوس لهم بمخالفة لمنهج الله عمر بن الحي هو اللي عمل الحكادي السائبة والحام والمشعر كل ذا هو الحرام هذا ما ناكلوش هذا الحرص هو ذا اللي عملوا عملوا بإليه أم قال لك توجهات من وسوسة من وسوسة الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وعداوته ظاهرة لأن أصل الشيطان اللي هو أبو الشياطين كلها الموقف ثبتت عداوته لبني آدم جميعاً في قصة مين؟ في قصة آدم حينما قال إنه عدو لك ولزوجك لم يخبر الله الخبر إلا بعد القصة القصة عمل إيه؟ أغواهم وعملهم كذا وكذا ودلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سابقة إذن العداوة سابقة ولا مسابقة وعداوة مدللة ولا مش مدللة فإذا ما كانت العداوة سابقة وعداوة مدللة كان من الواجب أن نحطط في قبول هذه الإيه؟ هذه الوسوسة بعد ذلك حينما قال ومن الأنعام حمولة أي وأنشأ لكم من الأنعام حمولة وفرشاً أراد أن يفصل لنا الأنعام تفصيل الأنعام أهل سمانية أزواج يبقى سمانية أزواج دي تفصيل مين؟ ومن الأنعام أي وأنشأ لكم من الأنعام حمولة وفرشاً سمانية إيه؟ سمانية أزواج كلمة أزواج جمع زوج والزوج يطلق على الشيء معه ما يقارنه زي مثلا زوج ناعل زوج ناعل هي زوج ناعل ديا إحنا بنخدها على الاثنين إنما هي في الأصل على الواحد بس معه ما يقارنه زوج شراب إلا أنه إذا لم يكن هناك فارق بين الاثنين نستسمح اللغة في إننا نسمي الاثنين زوج إنما إذا كانت فيه خلاف بين الاثنين بقى ما نقولش عليهم زوج أبدا ذكر وأنسي صحيح يخترنان في أنهما إنسان إنما ده له مهمة وده له إيه وده له مهمة لكن الشراب اللي بنلبسه بالله فيه فرد الشراب يمين وفرد الشراب شمال ما فيش فيه حاجة لزيدي ما كانش فيه موجود كلام ده يبقى إذا كلمة زوجة تطلقوا ويرادوا بها الشيء الواحد مش الاثنين الذي معه ما يقارنه نبقى نقول له زوج لكن كل واحد منهم إيه زوج اسكن أنت وزوجك يبقى زوج أطلق على مين؟ على حوة بقى له اسكن أنت وزوجك آه يبقى آدم زوج وحوة خلق الزوجين الزكرة والإيه؟ لو كان هم الاثنين بيمثلوا زوج كان يقول إيه؟ خلق الزوج الزكرة والإيه؟ لكن قال خلق الزوجين إيه؟ الزكرة والأنسة يبقى كلمة زوج تطلقوا على واحد معه ما يقارنه زي كلمة توقم نستغلط فيها كتير التوقم ما يقالش الاثنين يقالوا لواحد معه آخر يبقى الواحد منهم إيه؟ توقم إنما الاثنين توقمين آه كلمة زوج زيها إيه؟ سمانية أزواجها من الضأن سنين ومن المعز سنين طب من الضأن سنين اللي هي أيه طبعا زكارها وأنساها ومن المعز سنين طيب إحنا عندنا الضأن غير المعز ده اسمه ده إيه؟ ده ضائن وضأن اللي هو اللي إحنا بنسميه إيه؟ الخروف الزكر بتاعته بتاعه اسمه إيه؟ كبش والأنسة بتاعته بنسميها إيه؟ النعجة يبقى زوجينهم يبقى فيه كبش وفيه إيه؟ وفيه نعجة طيب وفي المعز اتنين برده وذكر نسميه تقس مش كده ولا لا طب والأنسة نسميها إيه؟ عانسة مش بنسميها كده؟ يبقى مدام ده منه اتنين وده منه اتنين يبقى بقين معنا كم دلوقتي؟ أربع أربع على أن على أن الزوج إيه؟ مدلوله فرد معه ما يقارنه يبقى زكروا الضقن واحد أنسة الضقن واحد وبعدين زكر المعز واحد وزكر أنسة المعز يبقوا كام؟ يبقوا أربع ثمانية أزواج من الضقن سنين ومن المعز سنين رح ربنا قال قول آه الزكرين حرم أم الأنسيين؟ مش أنتوا بتحرموا وتحللوا وبتقولوا لهذا من عند الله؟ طب قللنا كده حرم الزكرين ولا حرم الأنسيين؟ لا يهدون جوابا لا حرم دا ولا إيه؟ ولا حرم دا وبعد ذلك أبرزت المسألة إبراز الاستفهام والشيء إذا أبرز إبراز الاستفهام يبقى معناه أنه أمر مقرر بحيث إذا سألت الخصم لا يقول إلا ذلك يبقى اسمه سؤال تقريري سؤال إيه؟ تقرير قل آه الزكرين حرم أم الأنسيين؟ يعني ذكروا الضأن وذكروا الإيه؟ المعنى أنسيين يعني أنسى الضأن وأنسى؟ المعنى أما اجتملت عليه أرحام الأنسيين؟ يبقى لا ذوود في دليل تحريم ولا الزكرين ولا الإنس ولا ما في البطول نبئوني بعلم إن كنتم صادقين في التحريم إن كان التحريم من عندكم فهو مردود لأنكم لستم أهلا للتحريم إنما يحرم ويحل من خلق وشرعه فإن كان عندكم علم قلولنا هدي علشان يلتمسوا علم ما عندهمش إيه؟ ما عندهمش علم ومن الإبلسنين الإبلسنين يعني ذكر وإيه؟ الزكر اسمه إيه؟ جمل والأنسي اسمها ناقة ومن الإبلسنين ومن البقر سنين برضو ذكر وإيه؟ وأنسي طيب الزكر من البقر بينسميه إيه؟ ثور والأنسى من البقر لا أهدى بقى اللي غلط فيه بعض الناس كتير يقول لك أنها بقرة البقرة اسم لكل واحد من هما حتى الزكر إسم لكل واحد من هما حتى الزكر ومن الإبلسنين ومن البقرسنين برضو زي ما قال قل آه الذكرين حرم أم الأنسي أم ما اجتملت عليه أرحام الأنسي أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ أنتم بتقولوا نحن مش متابعين رسول إحنا على فترة وعلى غفلة وما قال ناش رسول طيب يبقى إيه؟ لا تحريم إلا من الله ولا يبلغكم تحريم الله إلا عن طرق رسول وإنتم بتقولوا ما فيش رسول يبقونتوا لازم كنتوا شهداء الحكاة دي بقى وإنتوا الأنبياء بقى ربنا بيكلمكم من عندكم أم كنتم شهداء؟ إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به وإلى لقاء آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر